موسيقى توصل قوات الجيش الوطني والمقاومة والوية العمالقة هجومها على ميليشيا ايران الحوثية في جبهات جنوب مارب وقالت مصادر عسكرية بأن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تخوض منذ ساعات الفجر معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثية الايرانية في جبهة الرملة جنوب مارب وبالتوازي تواصل قوات العمالقة تقدمها في مديرية الجوبة فيما تدور مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثية في عقبة املح وسلاسل جبال ملعا في غضون ذلك استهدفت مقاتلات تحارف دعم الشرعية مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثية في ذات الجبهة شنت مقاتلة التحارف العربي في وقت مبكر من صباح اليوم غارات على مواقع وآليات لميليشيا الحوثية في محافظة تعز وقال المركز الاعلامي لمحور التعز بأن طيران التحارف شن أربع غارات استهدفت دبابة ومدفع هوزر وعربة مدرعة تابعة لميليشيا الحوثية الإرهابية في محيط تبة المنعم بالربيع غرب المدينة شنت مقاتلة تحارف دعم الشرعية في اليمن في وقت مبكر اليوم سلسلة غارات على مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثية في العاصمة المختطفة صنعاء وقالت مصادر محلية بأن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات على معسكر الإذاعة في الحصبة وتبت التلفزيون ومعسكر الفرقة الأولى مدرع ومطار صنعاء أدانت الجمهورية اليمنية استمرار ميليشيا إيران الحوثية في الطاق الصواريخ الباليستية صوب دولة الإمارات العربية المتحدة وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان لها إن السلوك الإرهابي الذي تنتهجه الميليشيا الحوثية نابع من تنفيذها لأجندات خارجية تعمل على نشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي ومجلس الأمن اتخاذ موقف حازم وتصنيف الميليشيا كمنظمة إرهابية وأوضح بيان الخارجية أن صمت المجتمع الدولي تجاه الاعتداءات الحوثية المتكررة وتهديدها للأمن والاستقرار في المنطقة جعلها تتمادى في تعمد استهداف الأعيان المدنية والمدنيين العزل وجددت وزارة الخارجية موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم لدولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة الأعمال الإرهابية الجبانة والحفاظ على السلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وحماية منشآتها الحيوية وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت في الساعات الأولى من فجر اليوم اعتراض وتدمير صاروخ بالسي أطلقته ميليشيا الحوثي نحو أراضي الإمارات في ثالث هجوم من نوعه خلال يناير الجاري وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان مقتضب أنه لم ينجم عن الهجوم أي خسائر مشيرة إلى أن بقايا الصاروخ سقط خارج المناطق المأهولة إلى ذلك قال تحالف دعم الشرعية إن مقاتلاته دمرت منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة الجوفة أكدت منظمة سياج لحماية الطفولة استشهاد وإصابة أكثر من 150 مدنيا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء الألغام الحوثية منذ بداية العام الجاري عام 2022 وقالت المنظمة في بيان لها إن الألغام الأرضي المضادة للأفراد تسببت في استشهاد 68 مدنيا وإصابة 84 آخرين غالبيتهم أطفال ونساء في العديد من المحافظات اليمنية منذ بداية يناير الجاري وأدانت منظمة سياج في بيان لها الاستمرار في زراعة الألغام المضادة للأفراد والألغام البحرية في العديد من المحافظات اليمنية متسببة في قتل وإصابة آلاف المدنيين وتهديد حياة وسلامة ملايين آخرين وتشير بعض الإحصائيات إلى أن الألغام تسببت منذ بداية الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي في استشهاد وإصابة أكثر من 11 ألف مدنيين فيما تعتبر اليمن الأعلى عالميا من حيث التلوث بالألغام الفردية قالت مصادر محلية إن ميليشيا إيران الحوثية أصدرت مطلع الأسبوع الجاري توجيهات بمنع دخول شاحنات الوقود القادمة من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرتها في محافظة الجوف وأوضحت المصادر أن ميليشيا الحوثي تحتجز ما يزيد عن 120 شاحنة محملة بمادتي البوترول والديزل في منطقة حويشبان شرق محافظة الجوف الخاضعة لسيطرتها منذ مطع العام الجاري وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا الحوثي أوقفت حركة الشاحنات المخصصة لنقل مادتي البوترول والديزل ومنعت خروجها من المناطق التي تسيطر عليها إلى المناطق المحررة بهدف خلق أزبة إنسانية كبيرة في المشتقات النفطية إلى ذلك أكد فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن بأن حجم إمدادات الوقود عن طريق البر إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بلغت في إبريل ومايو من العام الماضي نحو عشرة آلاف برميل يوميا وهو ما يمثل 65% من الوقود المستورد إلى اليمن وأوضح التقرير بأن الحوثيين يخلقون ندرة مصطنعة للوقود من أجل إجبال التجار على بيعه في السوق السوداء التي يديرونها وجمع الرسوم غير القانونية المفروضة على المبيعات وأشار التقرير إلى أن الحوثيين حصلوا على إيرادات رسمية من واردات الوقود خلال العام 2021 تقدر بنحو 70 مليار ريال يمني وأكد التقرير أن ميليشيا الحوثي تتحصل بشكل غير قانوني تعريفات وأرسوما جمركية إضافية من التجار في مراكزهم الجمركية البرية ونوه بأن تورد الوقود إلى مناطق سيطرات الحوثيين مربحة للكثير ويدفع المستهلكون النهائيون الثمن أكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة لبارك محمد مساعد الأمير على ضرورة رفع تعزيز الإجراءات الأمنية في المحافظات المحررة وقال خلال ترأسه اجتماعا موسعا لقيادات الوحدات الأمنية ومدراء أمن المديريات بمحافظة المهرة بأن الأداء الأمني في محافظة المهرة يشهد تطورا ملحوظا وفي حالة أفضل من المحافظات الأخرى وأوضح أن الدولة تسعى لإعادة تفعيل أجهزتها ومؤسساتها وإعادة العلاقة والثقة بين أجهزة الأمن والمواطن في جميع المحافظات ووجه الأمير كافة الأجهزة الأمنية برفع الجاهزية واليقظة الأمنية في المحافظة كونها البواب الشرقية للبلاد دشن مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي المرحلة الثامنة من مشروع التحكم المرئي عبر كاميرات المراقبة والذي نفذت إدارة الشرطة الراجلة بالشراكة مع عدد من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وأشد الأكحلي بجهود إدارة شرطة الدوريات الراجلة في تجيين نظام التحكم المرئي في مرحلته الثامنة وقال الأكحلي إن هذا النجاح يضاف إلى النجاحات السابقة والتي أسهمت إلى حد كبير في نجاح العمل الأمني وتطوره في ضبط الجريمة والحد منها مثمنا الشراكة المجتمعية الفاعلة لإنجاح هذا المشروع واليوم نحن ندشينا المرحلة الثامنة من نظام التحكم المرئي لعدد من الشوارع شارع الخياطين وشارع هي القمهوري وشارع محد المعلمين بعدد 43 كاميرا ذكية عالي القودة يعتبر هذا المشروع مشروع عملاق يستفاد منه جميع المواطنين في تشفى القريمة وكذلك يستفاد منه الالتحيزة الأمنية بالضبط لأي قريمة قد تحصل في أي شارع نشكر الأخ مدير عام شرطة المحافظة الذي كان لنا سندا قويا لتنفيذ هذا المشروع ونشكر منظمات دروب الأمل ومؤسسات تمدين شباب ومنظمات السياق الذي قام في تنفيذ في إنجاز هذا المشروع نظمت طالبات معهد الخنساء للتعليم التقني والمهني بمدينة التعز وقفة لمطالبة السلطة المحلية ومكتب التعليم في المحافظة بتوفير مبنى خاص بالمعهد وأشكت طالبات المعهد البالغ عددهن 300 طالبة من عدم وجود استقرار تعليمي بسبب بقاء المعهد في مبنى بالإيجار ومطالبة المالك بشكل دائم برفع الإيجار وتهديدهن بالطردم وقالت الطالبات إن السلطة المحلية والجهات المسؤولة لم تقم بدورها في توفير المكان الملائم والبيئة التعليمية لهن رغم أن معهد الخنساء هو المعهد النسائي الوحيد في المحافظة نحن طالبات معهد الخنساء خرجنا اليوم احتجاجا لإغلاق معهدنا بموحنا اليوم معنا اختبارات وكمان نحن من هنا 300 طالبة بالمعهد بنتضرر وما بنختبرش خالص لازم السلطات المحلية ولازم المعهد التقني يجيب لنا معهد حكومي خاص بالطالبات فقط وإن شاء الله نستمر بحقنا هذه المطالبة للم يوفروا لنا المعهد خرجنا اليوم لنطالب أبسط مطلب وحق للطالبة اليمنية أن يقول أنا مبنى حكومي معهد الخنساء من السبعينات وهو معهد رحالة كان في البداية في 1977 تابع للتعليم العام التربية والتعليم في 2000 انضم للتعليم الفني لكن انضم كرح حالة يعني فترة كان في ملحق مما مدرسة الخنساء اعتقد في العسكري وبعدين انتقال إلى هنجار والآن احنا في مبنى إيجار صاحب البيت أو المبنى كل فترة وفترة يطلب بيزيادة في الإيجار وأسلوبه في الطلب يعني حتى ما ما يتخطش مثلا مع المشرفين أو الرؤساء العميدة لا بيدخل لنا للقاعات بما بيردوش يعمل بأي إصلاحات أو يقوم بأي إصلاحات فخرقنا اليوم يعني نطالب أن نعلم بناتنا ويتعلموا بناتنا في مكان يحفظ لها انكرامتهم ناقش لقاء اليوم بمدينة سيئون برئاسة وكيل محافظة حضر موت شؤون مديريات الوادي والصحراء عصام بن حبريش الكثير آلية تفعيل إعلان السلطة المحلية للعام الجاري 2022 للشباب والاستفادة من طاقاتهم وتسخيرها في خدمة المجتمع واستعرض اللقاء جملة من الأفكار التي تسهم في تنمية الشباب في مجالات التدريب والتأهيل نحو العمل القياد وأشدد اللقاء على أهمية العمل التشاركي بين الجهات الرسمية لإنجاح كافة البرامج والأنشطة وإشراك جميع الشباب بمختلف فئاتهم ومكوناتهم لرفع المقترحات لتحديد المشكلات والتحديات التي تواجه الشباب وكيفية التغلب عليها وفق الإمكانيات المتاحة ودعا وكيل المحافظة كافة الأجهزة التنفيذية إلى تسخير الإمكانيات المتوفرة لإنجاح الأنشطة الخاصة بهذا العام والتي تستهدف أبرز قدرات ومواهب إمكانيات الشباب في مختلف المجالات نظمت مؤسسة سد مارب للتنمية بشراكة مع مؤسسة رانين اليمن بمدينة مارب ورشة عمل لمناقشة سبول تعزيز السلامة والأمن المجتمعي لمواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الثقة بين المجتمع ورجال الأمن وتهدف الورشة إلى مناقشة قضايا أمنية ومجتمعية وإيجاد حلول مشتركة مما بين الجهات ذات العلاقة والمجتمعات المحلية إضافة إلى استعراض جملة من الإنجازات والمبادرات وقصص النجاح التي تحققت خلال العام الماضي والتي ساهمت في ردم الثغرات والفجوات لبعض القضايا المجتمعية الأمنية الورشة حضرها عدد من القيادات الأمنية والمدنية في المحافظة وتأتي ضمن أنشطة برنامج تعزيز الأمن على المستوى المحلي في اليمن لتعزيز الثقة والتعاون والتنسيق بين قوى الأمن المحلي والسلطات المحلية بين المجتمع كأداة أساسية تسهم في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز السكينة العامة للمجتمع للمجتمع